ما في أحد مش عرضة للانتقادات نعم وإنت في مكان عمل عام تعرض لكثير من الانتقادات ونحن بتحكي عن فريق جماهيري بحجم الرمثة وعشاق جمهور الرمثة كيف قادر تتعامل مع هذا الموضوع؟ نعرف أنه في ناس ممكن يكون عندها أسباب شخصية ممكن في ناس غيرها على النادي ممكن في ناس بتعلق أو بتحكي بشكل ربما بعدم علم ناس بمحبة وعشق للنادي بالنهاية كلهم عندهم هدف واحد اللي هو حب نادي الرمثة كيف قادر تتعامل مع هذه الإحداثيات؟ والله يا سيدي من الأول يعني بجوز مؤتمر صحفي لي بنادي الرمثة يعني فتحت باب النادي للجميع قلت بأي واحد بحب يعرف شو واقع وأي قضية بنادي الرمثة حاب يستفسر عنها يجي شخصيا لمقر النادي أو يحتمع مباشرة فيش داعي مثلا للإشعاعات والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الرأي العام أنا بجوز يعني أول واحد بقول صريح وشفاف في موضوع إدارة نادي الرمثة بجوز هاي أزعجت يعني حتى أزعجت الإدارة لكن أنا باب نادي الرمثة مفتوح لأي من جماهير نادي الرمثة لكن للأسف يعني وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يعني مرتع لكثير من مطلقي الإشاعات احنا منحب دائما أنه الرجوع للنادي لأخذ المعلومة من مصدرها يسجل عليك تحمل تفضل يسجل عليك أنك بتعصب بسرعة وعلى طول هناك أضارب هالفيسبوك أو ضارب هالتعليق هذه من الملاحظات على خالد الزعبي كشخص الآن أنا بجوز من ثلاث شهور ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي خلاص يعني؟ ابتعدت ديربانك ترى هالسة اللي بعلق بـ من تأليقات من لا ما أحنا عملنا إدارة مؤسسة داخل النادي اللي بحب يتواصل معنا بالنادي أهلا وسهلا اللي بحقي معي مباشرة يعني تلفوني 24 ساعة برد على الناس صحيح يعني كانت تطلع إشاعات هادئة لأ إفلان يعني ع وسائل وتنتشر بكل وسائل التواصل وخلال ثواني لكن إذا بدك تظل ترد إذا بدك تظل أحنا ما بدنا ترد قصد في صفحة رسمية هاي اللي بتطلع الخبر لما يتم وكمان أنت مش أي خبر بدك تصير ترد علي أبل الصفحة الرسمية طيب هل أنت نادم على مغادرة ملعب الأمير محمد وعدم التتويج في افتتاحه نعم نادم بس الحمد لله يعني سمو الأمير علي ما قصر يعني عرفانه من كل الأقوبات يعني هي اللي خففت علينا بجوز كانت تجربتي يعني حديثي بالفترة الماضية وبجوز حتى ما كنت تعرف أنه فيه أقوبات بس يعني كمان يعني كمان اللي استغربته بالأقوبات أنه خمسة من الإداريين مغرمينهم عشر تالاف يعني مش كمان الأقوبات التأذيبية اللي بالاتحاد يعني أقوبات بدها مراجعة بدها مراجعة وأكثر رؤساء لأندي يعني بالاجتماع اللي صار بلاد الوحدات يعني استاؤم الموضوع للأقوبات التأذيبية يعني شو الدق يعني الأندية متهالكة وضوح المالي يعني دمار أقوبات الجماهير رشة يعني يتم تحميل الأندية أقوبات الجماهير يعني كل الأندية مستاؤم للموضوحها هذا موضوع كبير أنه كيف الأندية تتحمل أقوبات جماهيرها ولكن بالنهاية يعني لازم يكون فيه حلول